أنتم أردتم حربا مفتوحة نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها حربا على كل صعيد إلى حيفا وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا عشر سنوات وتداعيات حرب تموز 2006 تلقي بظلالها على كيان العدو الصهيوني وجديد الهواجي الصهيوني من حزب الله هو المقارنة التي نشرتها صحيفة أرتس حول قوة المقاومة وتعاظم قدراتها منذ انتصار تموز على الجبهة الجنوبية لفلسطين المحتلة قلق دائم للمستوطنين من حرب جديدة يتوقعون فيها دخول المقاومة فقد أشارت عدة دراسات أن الشارع الصهيوني يثق بكلام السيد حسن نصر الله أكثر من ثقتهم بحكومتهم فهو إن قال فعل حرب تموز قلبت الموازين لصالح العرب جميع الاحتلال صار عنده خوف يومي على مدار 24 ساعة من حرب تموز لأن المفجئة اللي كانت بحرب تموز ما كانوا يتوقعينه وحرب تموز ردت للعرب كرمته عجز الاحتلال الصهيوني مام انتصارات محور المقاومة استدع فتح جبهة جديدة من خلال دعمه للإرهاب في الجولان المحتل حيث فتح مشافيه لمعالجتهم وقدم لهم السلاح ونقاط أمان سعيا منه لإضعاف محور المقاومة المتمثل بسوريا انتصار المقاومة وتعظمها وتسليحها بشكل جيد وتحديها لإسرائيل وأعطاء بأنها قادرة في كل وقت أن تدحر أي هجوم إسرائيلي للبنان هنا تقوم إسرائيل بمحاولة زج مرتزقة جلبتهم من أقطار عديدة في العالم ودخلتهم ليلا من عبر الأسلاك الشائكة في الجولان إلى المنطقة المحاذية وتسلحهم وتدعمهم وبهذا العمال تفكر بأنها تقلل من صمود حزم الله ومن صمود المقاومة والجيش السوري شكل انتصار تموز تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حيث أنه عزز زمن الانتصارات الذي بدأ بعد نصرة شرين الذي قاده القائد المؤسس حافظ الأسد لا شك أن زمن الهزام قد ول وبدأ زمن الانتصارات فحرب تموز كانت درسا قاسيا للكيان الصهيوني فرضت عليه موازين جديدة ستكون نتائجها بنقل الحرب إلى داخل الأراضي المحتلة للإخبارية السورية عماد المرعي الجولان السوري المحتل